أخوكم عبدالله الحبسي من سلطنة عمان طالب أكاديمي في كلية العلوم هو بصراحة اقتنعت بشكل كبير يعني بالمذهب وإلا في بعض المواضع التي لا أتحضن منها إلا هذين الموضعين أما الأساسي فهو نحن نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى ذكر التوحيد وذكر الجنة وذكر الملائكة والكتب والأنبياء وذكر النار وذكر كل فروع العقيدة يعني لا نجد للأئمة ذكر لهم لماذا لم يذكر أن من كفر أو من أنكر إمامة الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر سأله تحديدا على ما يبدو أنه لو كانت الإمامة بهذه الأهمية على ما نحن نقول أنها أصل من أصول الدين فلوجب أن تذكر في القرآن الحكيم بهذا النحو وهو أنه من لم يعتقد بها فهو كافر هو يريد هذا الأمر بالذات فنحن نقول أن القرآن ناطق بذلك لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التدبر بعدما ثبتت الإمامة بقوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نجد أن الآية التي تعقبها مباشرة وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ المستفاد من هاتين الآيتين أن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هؤلاء هم المؤمنون حقا ومن يتولهم يكون من حزب الله حقا من حزب الله الغالب طيب نقرأ في آية أخرى في سورة النساء قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالآية هذه تنذرنا بأن الذي لا يتولى سبيل المؤمنين يكون من أهل جهنم أي يكون كافرا مع الكفار سبيل المؤمنين هو سبيل الذين آمنوا وهم حزب الله الغالبون وتلك الآية في الإمامة رأس المؤمنين هو الإمام بالاتفاق وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ يَكُونُ خَارِجًا عن سبيل المؤمنين وهو حين ذاك من أهل جهنم من الكفار ثم إن هناك آية أخرى في نفس السورة وهي سورة النساء يقول فيها تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا سبيل الله هو سبيل حزبه سبيل حزبه هو سبيل المؤمنين سبيل الذين آمنوا وهذه الآية ذيلها بنفس منطوق ذيل الآية الأخرى التي يستدل بها أهل الخلاف على أصول الدين إذ يقول سبحانه وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا بعيدا نفس التعبير تلك الآية فيها قد ضلوا ضلالا بعيدا وهذه الآية فيها كذلك فقد ضل ضلالا بعيدا إذا كانت الثانية دالة على أن ما ورد فيها من أصول الدين ومنكرها كافر فكذلك الأولى لأنهما بلسان واحد وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله هذه الحقيقة بقوله الشهير المختلف في ألفاظه المتحد في معناه وهو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أي على ميتة أهل الجاهلية يموتوا كافرا فالإمامة إذن من هذا المجموع أصل من أصول الدين ومنكرها من حيث الأصل من حيث كونها أصلا كافرا ولو رجعنا إلى الآيتين السابقتين في المائدة التي سبقت قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخرها فإننا نلاحظ هذه الملاحظة المهمة التي تشرق على الذهن وتلفته إلى هذا المعنى الدقيق أن الآيتين التي سبقت آية الإمامة والولاية هذه تتحدث عن الارتداد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وطبعا معلوم من هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إنه أمير المؤمنين علي عليه السلام باتفاق الأحاديث يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم لاحظوا الآية التي تمهد للإمامة لآية الإمامة هي الآية التي تتحدث عن الارتداد فهذه قرينة من القراء على أن منكر التالي واقع في الأول وهو الارتداد أي الكفر ولو أبا الأخ الكريم هذا التفسير منه وقال هذه محاولة منكم يعني بعيدة لتفسير الآيات بهذه الطريقة ولإسقاطها على الإمامة ومن ثم ترتيب حكم منكر الإمامة أو جاحدها ترتيب حكم الكفر عليه وأنا لا أسلم بهذا لاجتهاد منكم مثلا أقول يمكن لنا أن نجعل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام حكما فيما بيننا يفترض أننا وإياكم نعترف بأبي الحسن عليه السلام على أنه عدل القرآن الحكيم والقرآن الناطق وأنه إذا ما طبق هذه الآيات بالنحو الذي طبقناه أصلا إذا ما قال بأن منكر الإمامة كافر وجب التسليم بما قال وأنا هنا آتي بشاهدين من مصدرين مصدر من مصادرنا والآخر من مصادركم على هذه الحقيقة أن علي عليه السلام كفر الذين ما قالوا بالإمامة أو جحدوها أو نكثوا بيعتهم للإمام تكفيرا صريحا بتطبيق هذه الآيات المصدر الأول من مصادرنا هو كتاب الإفصاح للشيخ المفيد في الصفحة 125 يقول وتظاهر الخبر عنه عليه السلام أنه قال يوم البصرة والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم أي آية هي آية الارتداد التي سبقت آية الولاية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية الإمام يقول والله ما قوتل أهل هذه الآية أي المرتدون قبل هذا اليوم هذا المعنى جدا مهم ترى هذا معنى حكم أمير المؤمنين عليه السلام على كل من عائشة طلحة الزبير وأهل الجمل بالارتداد بأنهم مرتدون أكانوا قد كفروا بالله جهرة وقالوا آمنا بالله والعزة كلا أكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وقالوا آمنا بمسيلمة مثلا كلا من الذي كفروا به علي بن أبي طالب قالوا لا نؤمن به إماما ليس وليا لأمرنا طبق أمير المؤمنين علي عليه السلام هذه الآية عليهم وأقسم على أنهم المعنيون بها وقال ما قوتل أهل هذه الآية قبل اليوم ومعنى ذلك أنه ينزع الشرعية حتى من حروب أبي بكر في مقاتلة من سموا بالمرتدين لأن هؤلاء الذين جمعوهم في حضيرة المرتدين ينقسمون إلى قسمين كما اعترف به الشافعي على سبيل المثال قسم ارتدوا صراحة كقوم مسيلمة مثلا وقسم آخر يقول الشافعي ما ارتدوا صراحة كانوا يشهدون الشهادتين ويقيمون شعائر الإسلام ولكنهم رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر فكان ذلك بمثابة كفرهم فكفروا هذه الحروب التي حكم على هذا المجموع بأنهم من أهل الارتداد وأن الآية هذه معنية بهم أمير المؤمنين عليه السلام ينكر ذلك وينزع الشرعية من حروب أبي بكر يقول الشرعية هنا المرتدون هم أهل الجمل أهل الصفين أهل النهروان وهذا يعني أن علي عليه السلام يرى إذا تكلمت بالمنطق البكري يرى أن منكر الإمامة مرتد كفر أو جاحدها ناكثها مرتد كفر فإن قال قائل هذا من مصادركم والشاهد من شواهدكم أتيناه بالمصدر الآخر والشاهد الآخر في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة المجلد الأول الصفحة 84 من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية وكتب كتابا إلى معاوية إحدى كتبه جاء فيها هذا النص لاحظوا وإن طلحة والزبير بايعان بالمدينة ثم نقضى بيعتهما فكان نقضهما كردتهما نقض طلحة والزبير لبيعة الإمام ردة عند علي بن أبي طالب استحقا بها القتل فكان صريح العبارة انتفتوا يعني علي بن أبي طالب يحكم على كل من طلحة والزبير بالارتداد يقولوا مرتدون هؤلاء مع أنهم كانوا يشهدون الشهادتين يصلون الصلاة يؤتون الزكاة لعله يحجون البيت يصومون شهر رمضان ولكن غاية ما هناك لا يؤمنون بالإمام أو ينكرونها ويجحدونها نقضوها يقول هذه ردة فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما بعد أن أعذرت إليهما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ويمكن الاستدلال أيضا في مما من جملة ما يستدل به من آيات كتاب الله العزيز على أن ناقض عهد الإمامة وعقد الإمامة كافر قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هذه الإمامة عقد أنت تبايع الإمام فينشأ عقد هنا هذه البيع عقد بينك وبين إمامك فإذا قطعته فلك اللعنة ولك سوء الدار وهذه كناية عن التكفير بسوء المصير ترجمة نانسي قنقر